العديد من الأهداف التي وضعناها في البرنامج الانتخابي الخاص بنا والمرأة لها دور فعال في هذا الموضوع لأنها تعتبر الكوة النسائية من هي التكملة لعدد الموجود من الرجال الحقيقة المرأة مهيئة للعمل في كثير من التفاصيل في الحياة لكن كل من حسب اختصاصه ومكانه وموقعه العديد من البرامج الانتخابية الخاصة بنات مؤهلة للشباب بالدرجة الأولى حيث أن الشباب يعتبرون الشريحة الأولى من طبقات المجتمع العراقي وهم مؤهلين للدخول للقطاع الخاص القطاع الخاص هو جزء جدا مهم هذا اللي نتجه علينا في العمل الانتخابي القطاع الخاص يجب أن يمتزج بالقطاع العام وأن يكون موحد وأن يكون فرص عمل للشباب في كثير من التفاصيل خاصة بهم أيضا هناك جزء آخر نعم تفضلي نعم تكمل حضرتك نعم تفضلي بالجزء الآخر كنت تتحدثين عنه الجزء الآخر هو جزء الاختصاص اللي آني أملكه اللي هو جزء الهندس الميكاني كنت لك طاقة متجددة اتجاه العالم اليوم في العالم بأكمل إلى التغييرات المناخية وخصوصا ما حصل في المؤتمر المناخي كوب 28 في دبي وكان له تأثيرات فعالة من خلال العراق حيث دخل العراق فيه لأول مرة في العالم يأخذ جناح كامل خاص بالجناح العراقي وكان له عدة اتفاقيات مع دول العالم الخارجية باتجاه أنه تحصين البلد وتحصين العالم من التأثيرات والتغييرات المناخية تعرف الانبعاثات الغازتاني أكسيد الكربون وغيرها من التغييرات التي هي مؤثرة حقيقة على صحة الإنسان بصورة عامة في بغداد وفي العراق بصورة خاصة وأيضا هناك الكثير من التفاصيل أن نتجه إليها لإستخدام الطاقات البديلة منها الخلايا الشمسية وكذلك تدوير النفايات لتوليد الكهرباء وإنتاج السدود أو تأهيل السدود لإلحادة من الفيضانات وغيرها ومشاريع إذا كان لكم حظا بالوجود في مجالس المحافظات يعني البعض يعتقد أن هذه تحديات كبيرة لكن لم لا البعض الآخر يسأل ما الغريب في مشاريع مثل مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في بغداد ما الغريب في ذلك صحيح؟ حقيقة أنا أشتغل هسا أكثر من مكان كنت لك أنا أصلا تدريسية في الجامعة التكنولوجية ومستشارة السيد محافظة الأنبار وأشتغل أيضا مع مستشاري السيد رئيس وزراء ومع الوزراء بأكملهم تقريبا فيما يخص شغلي الاختصاصي والطاقة المتجددة وتشغيلها الأياد العاملة وخصوصا الرقعة الجغرافية الخاصة بالشباب لأن الشباب حاليا هستتجاهاتهم للمخدرات وغيرها الكافتريات الموجودة من خلال النراقيل وغيرها ليشتنون شباب عطرين عن العمل لو توفرت لهم فرص للعمل ودخولهم بسوق العمل رح نحد من البطالة الموجودة هناك الكثير من الفعاليات الخاصة بنا سواء كان للنساء حاليا رح نبدأ عمل بتشغيل النساء في الحلاقة والخياطة وغيرها حتى أنه لا ينتجون فقط للرعاية الاجتماعية لأنه حاليا العراقيين هم مماعتهم غير فقط أنه يروحون يقدمون فايلهم للرعاية الاجتماعية لغرض كسب راتب شهري ما يتعدل مئتين ألف حقيقة هذا لا يكسب قوت لمدة أسبوعين بس إذا كان إلى قوت رح يكون قوت لطول العمر لا يختلف أنا مو أبلط الشارع وأقولهم بلط الشارع عنه أوكي أنا سأت الكفة الإنجاز أو جبت لهم محولة لا الإنجاز هو شنوه هو المستقبل للأولادنا من خلال دخول الاستثمار أنا أيضا أدخل الاستثماري داخل العراق عن طريق الشركات الاستثمارية الخارجية من خلال السفارات والمنظمات الإجنبية أيضا هذا مهم جدا للعمل من خلال المستشفيات المؤهلة للطلباء وكذلك للشباب وكذلك الضمان الصحي هو جزء مهم جدا كثير من التحديات الواقعية للريد النفثة في مجلس محافظة بغداد وإن شاء الله نكون على قدر هذه المسؤولية